بسم الله الرحمن الرحيم جميعنا يسعى إلى النجاح وجميعنا يحب أن يكون ناجحاً في حياته وفي عمله وفي علاقاته الاجتماعية والأجمل من ذلك هو أن تعرف كيف تنجح والأجمل من ذلك أن تعرف بأن أي مخطط ستقوم به سيكون بعون الله تعالى ناجح في هذه السلسلة البسيطة والمتواضعة أضع بين يديك بإذن الله تعالى أخي الكريم مفاتيح النجاح وكيف تصنع نجاحك في أي مجال تقوم به بإذن الله تعالى في هذه السلسلة لن أعطيك أخي الكريم مجموعة من النصائح ومجموعة لأقوال بعض المشاهير وقائمة طويلة من العادات اليومية للناجحين لأن هذه الطريقة تشحد همتك وتستنهض عزيمتك لكن لفترة وجيزة فقط يوم يومين ثلاثة ربما أسبوع ثم تعود إلى مرحلة الفتور الطبيعية النجاح يا أخي الكريم هو عبارة عن خطوات وتدابير تقوم بآدائها وسيكون التوفيق هو نتيجتك الحتمية بعون الله تعالى إذن فالنجاح هو آلية عمل وهذه الآلية بسيطة جدا وليست معقدة وعند اتباعك لهذه الآلية ستنجح بكل بساطة في كل أمور حياتك لأن المبدأ واحد بإذن الله تعالى طبعا وبعد تطبيقك لهذه الآلية في العمل ستكتشف بأن حياتك قد تغيرت إلى الأفضل وستجد أن أسلوب حياتك أيضا تحسن وأسلوب تعاملك مع الناس تطور وارتقى أكثر يعني حياتك كلياتها ستتحسن بإذن الله تعالى لماذا؟ لأنك غيرت من نمط تعاطيك مع الناس ومع الأشياء من حولك وما التوفيق إلا بالله سبحانه وتعالى بداية من هو الناجح؟ الناجح هو الشخص الذي يقوم بعمله على أفضل وجه ممكن إذن أي شخص أوكل له عملا فقام به على أفضل وجه ممكن هو شخص ناجح في هذا العمل فالطالب المجتهد في دراسته هو ناجح في دراسته والعامل المتقن لعمله هو ناجح في عمله والتاجر الذي يحسن تجارته وتعود عليه بمردود جيد هو ناجح في تجارته إذن الشخص الذي يتقن عمله هو الشخص الناجح وبالتالي النجاح هو أداء عملك بشكله الأمثل حسناً يحدث كثيراً أن يكون الشخص متقناً لعمله ولكنه فاشل في حياته أو تجده أقل حظاً من نظرائه على الرغم من كونه ذكي ولماح ومجتهد ومجد إلا أنه دائماً متأخر عن أقرانه السبب في ذلك يا أخوة هو عدم معرفته من أين تؤكل الكتف ويعني هذا مصطلح تعبيري على أن الشخص لا يعرف كيف يعمل أي أنه لا يعرف كيف يستخدم قدراته وأمكانياته لتحقيق نجاحه المهدور في هذه الحلقات التي أرجو من الله تعالى أن تكون نافعة ومفيدة سنتعلم سوية أخوة الكرام كيف نوظف قدراتنا ونستخدم أتواتنا التي لدينا كي نحقق نجاحنا وتوفيقنا في حياتنا بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر